اذا كنتنا امام نعم وخلفي اثنين او واحد جماعة جماعة نعم فسلمت بصوته عن المنخفض ما سمعه فتذكرت ان خلق ما سلم عنه بصوته اذا سلم الامام بصوته منخفض لا يسمعه المأمومون فانه لا يعيد السلام مرة ثانية ولكن هو اذا صرف استغفر الله وانصرف عرف الناس انه انتهى ومثل ذلك الفاتح ايضا لو ان الانسان نسع في الصلاة الجهرية الامام فقرأ اول الفاتحة سرا ثم ذكر فانه يتمها ولا يعيد وقال بعض العلماء بل يعيدها لان اعادتها جهرا اعادة الى سنة ليست عبثا والانسان مأمور بان يأتي بالقراءة على وجه السنة لكن الاول احوط فالاول احوط انه يبدأ من حين ذكر وفيه فائدة ايضا وهو انه اذا ابتدأ من حين ذكر لا يعود مرة ثانية الى ذلك يعني يكون دائما متذكرا لكن لو اعادها من الاول هان عليه ان ينسى ان يعود مرة ثانية لان المأمومين لم يعلموا به اذا اعادها من اول الفاتحة والخلاصة الان ان الامام اذا سلم سرا نسيانا حتى اتم التسليمتين فانه لا يعيدهما وفيه الانصراف وان اصر في الاولى ثم ذكر جهر في الثانية اشتركوا في القناة